جل جلد جل جلد عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرد وانبرد تسمع البغينا أن رأس السلام عليكم هلأ راح نحكي نحنا على الإطلاق من وراء ساتر في عندي أن هذا الحيط في عندي الأعداء تبع يقعدين من وراء كثير عم نشوف نحنا الشباب عم يعملوا مثل الستايل تبع الأفلام الأميركية عم يوقفوا هون وقد بدني قوس بيطلع هيك بيقوس لاحظ قديش في حركة كل هالمسافة اللي أنا عم بمشي هي ما عم ما عم بقدر قوس أنا في العدو تبعي شايفني لحتى بصل أنا لا سأل لهون لح تقدر ارفع اللي بدي يا أنا ما بدي عمل هالفتلة أنا كون داير ظهري ما فيه مننا أي فائدة اللي بدي يا أنا بدي كون أول لما بتعد عن الهدف ما بدي يكون لازق فيه هي تماما عشان إذا اجيت شي رصاصة هون ما تشحط الرصاصة وتجي عليه تكون أنا بعيد عن من الحدف موسيقى 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 اجت لهون بحة تشحط تضرب بس انا للطلقة وتشحط بتجي لهون انا بحاول انه اكون بعيد عنه مشو ما تجي عليه الطلقات اذا كنت انا هون لازق هون غالبا رح تجي فيني الطلقة هلأ اذا كنت انا هادا لحالي اذا كان انا معي صاحبي ما بدي انا كون انا قاعد هون هو قاعد بضهري قاعد عم يقويس او قاعدين عمل نطويت نحنا كل واحد من هون قاعد عم ينطويت نيك ويجي عم نفوت كل هاتنا ببعض خلما نحنا رح هنكون اتنين لازم يكون عندنا نحنا ترتيب معين كون نحنا متفقين عليه قبل بوقت في ملاحظة بس هون هاي اكتر شي عم نصير مثلا نكون في مجموعة شباب عم يطلقوا يعني عم يتلاقي لما يصير في تبادل بيناتهم عم يكون في خطر كثير على الناس تلاقي بس ان واحد عم يطلق يوم نطو التاني ليطلق قدامه حاول لهذا اليدامة وخد يأزي بالرصاص طبعه فنحنا عم بحجيكم هلأ كيف اذا نحنا اتنين او اكتر كيف الواحد بده يطلق بشكل مايزي زميله بنفس الوقت شوه يقدر يطلق وما يده هو عم يطلق عدو تبعه رح اعمله انا اول شي انه رح كون انا قاعد بالواطي من تحت وقاعد عم اوس هاي في الى فاردة اولا انه انا قاعد عندي شايف تماما الاهتاف تبعي كوني انا منخفض اولا انا متمكن اكتر من البارودية تبعي ويعني شكلها عادهية بطريقة منتظمة تماما بنفس الوقت انا هو عم يطلق من فوقي اذا انا وقفت ما رح يضرب على راسي هو رح يعرف تماما انه وقفت باروته رح تطلع لبره والمفروض انا ما وقف بس اذا صار فيه خطأ ووقفت ما عم يجي الاطلاق عليه شغلة تانية لاحظ انه انا وقف كيف انا لازق فيه فانا مثلا اذا واقف هون واقف هنا منيح ووقف ووقف صار وين محله نفس المشكلة ما مصفل منشي فانا بديكون قريب منه قريب منه بشكل هاي نحنتين ممكن اطلق ممكن نرجع طبعا انا شو بيسأل احنا عادة بعد ما يطلق الاسلام ممكن ينزل باروته بالعادة بس لما انه ابو سامي ادامي فانا شو بدي ساي لما انا اطلقت بدي ادخل للداخل انا رح ارفع به الشكل لفوق تبان لاحظ انا مرجع هيك انا ما برجع لتحت قد ازي زميلي بعدين لاحظوا كمان انه انا قاعد من هون هو تاركني المجال لقدير احتمي بالساتر قد ما بدي لو كان قاعد هو حاطت رجله مثلا من هون ويروح لي انا اخبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا انت كنت خايف انك انت اذا طلعت لبره او وسط واني رح اوصوك معنات أنت أعلم بالإرن المغلط لازم أنت يكون عندك ساتر أحسن من هذا الساتر في نقطة ثانية كمان نحن عاد في الواحد شو فائد عم أطلق عليهم فالنوية أنا أخدت وضعي مناسب وطلعت أوسط أو وسط أم هني هلأ كشفوا منطقتي أم لقيت بلش عم لقيت الرصاص ما عد أطلع من هون خلاص غير المنطقة شيله احترقت هاي المنطقة معنات أن نروح لمنطقة ثانية دائما دائما نقاعد إنه واحد بعد ما يطلق ويخلص خلص الإطلاق تبعه إذا في مجال يرجع معلش بس غالبا لازم شو سعي لازم نروح لأي منطقة ثانية مخفية العدو ما بيعرفنا عرفوا أنه عم يجي الرصاص بهم خلاص سيطلقوا لهم فأنا ما معقول أن أطلع مرة ثانية أو أعمل هيك مرة ثانية شو الفائدة ما في فائدة لا بني رح لأي منطقة ثانية أخرى استخدمها لحتى أطلق منا بشكل منتظم هلأ إحنا نتهينا وحققنا الهدف تبعنا نظفنا المنطقة فهلأ إحنا بنا نتخدم للأمام قبل ما نتخدم للأمام شو بنا نساوي واحد نتقدرها نادي نتأكد أنه المخزن عنا هلأ معركة ثانية نتأكد أنه المخزن تبعنا معربة المخزن إذا كان مثلا نصف فاضي أو ثلاثة ربعة فاضي راح نحطه بجيبة آآ ما بنياها وراح ناخد واحد مليان مشان وقت نروح ما راح يكون عنا فآآ فرصة بجوز أنه نحنا نقدر نغير المخزن تبعنا فهلأ نتأكد أن نروح للمنطقة الثانية راح نروح من مخزن معبّع الآخير لأنه بدي تواصل مع أم أبو سامين وحنا خلصنا عملنا تعبيئة تكتي إيكي أنا سلاحي مليان هو مخزن مليان أنا لاحظ إيدي وين راح تجي رجاء أنا إيدي هلأ راح تكون من هلأ نتقدم نحنا سواء فأنا دائما أريب منه إيدي وين على كتفه أنا لما أقرصه من كتفه وهيك شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة